احنا في احلى ايام في السنة يعني ولو بنتكلم عن الشهر الكريم احنا في الايام الاولى من شهر رمضان المبارك ودي ايام الرحمة اللي بيحرص فيها الصايمين على التصدق وكثرة الدعاء والاستغفار وطبعا التقرب لربنا سبحانه وتعالى ده حياة بسانت يمكن الرحمة دي دايما بتكون يعني فيها انواع مختلفة منها العفو منها التسامح ما بين الناس بعضها البعض خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الرحمة في شهر رمضان شهر الرحمة من خلال ضفنا الكريم اللي منورنا فيه الاستوديو الدكتور محمود السيد صابر عضو مركز الازهر للفتوى الالكترونية صباح الخير يا دكتور صباح النور اهلا وسلام بحضراتك والسادة المشاهدين وكل سلام انتم خير وطيبين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعد علينا هذه الايام ونحن على احسن حال على الدوام اللهم امين امين يا رب يعني خليني اقول لحضرتك في البداية ان انا بقشيت بالمجهودات الكبيرة قوي اللي يمكن الناس بتعملها عشان تساعد بعضها بنشوف الوجبات السريعة اللي يمكن الشباب بيشاركوا فيها عشان يودوها مناطق بعيدة من المحافظات المختلفة بنشوف التكاتف اللي يمكن ما بين الشباب وبعضها ويمكن زي من المشاهد الجميلة وده اللي بيميز شهر رمضان خلينا نتكلم عن الرحمة كمفهوم في البداية دي اكتر صفة يمكن تقررت في القرآن الكريم والنبي يعني صلى الله عليه وسلم ما ارسل الا رحمة للعالمين ازاي نتعامل مع بعضنا في شهر رمضان وطبعا شهر رمضان وشهر كده احنا بنقف نقدف فيه نفسنا منه نكمل بقية شهور السنة فبتطلب مننا ايه هو مفهوم الرحمة عندنا في الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه طبعا احنا لو نظرنا الى حال الناس بشكل عام هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيأمر دايما بمكارم الاخلاق بيأمر دايما بالصفات الطيبة بالصفات الحسنة في كل الايام وفي كل الشهور لكن في شهر رمضان لو نظرنا الى حال النبي صلى الله عليه وسلم هنجد ان حال النبي عليه الصلاة والسلام طول السنة بحال معين اذا دخل شهر رمضان يختلف حاله تماما يعني مش عيب ابدا يعني مش عيب ابدا ان الانسان يكون بصفة معينة او بطريقة معينة طول السنة لكن لما ييجي شهر رمضان يغير من نفسه ويغير من حاله ويحسن من اوضاعه اي امور سلبية بالنسبة ليحاول ان هو يتلشاها وينتهي منها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله دائما فيما روي عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله اجود بالخير من الريح المرسلة يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الجود ومن الكرم ومن الانفاق ومن مراعاة حال الفقير من التكاكل والتراحم بينه وبين الناس كل الناس في رمضان أكثر من غيره في أثناء السنة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباسي شبه الكرم وشبه الخير من النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة من صفاتها من أوصافها أنها ريح متجددة دائمة يعني نتعلم من كده أن الخير اللي الإنسان هيعمله في شهر رمضان يكون خير دائم يكون خير مستمر أي أن كان نوع الخير أي وأي أن كانت الطاعة دائم هذا الصدقة الجارية كده نعم يعني الصدقات بشكل عام مبدأ الصدقة هو موجود طول السنة وكل يوم لكن في شهر رمضان بنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر به بالتحديد أكثر من غيره من باقي الشهور فنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس ويراغب الناس في الإنفاق ومراعاة حال الفقير فيقول عليه الصلاة والسلام في أبسط الأشياء اللي الإنسان ممكن يعملها من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء يعني مجرد بس أننا أفطر صائم حتى لو بشربة مية حتى لو بتمرة حتى أي أن كان الإفطار هيكون إيه هذا الأمر اليسير السهل اللي هو بالمناسبة عادة عظيمة جدا عند المصريين نحن نبقى ماشيين على الطريق نشوف كمية الطراحم والتكافل بين الناس في الأمر هذا ويعني كأن الناس تحاول أنها تدبرك أنها تأخذ منك ثواب هتأخذ هتأخذ يعني مفيش ويقول لك تعالى سحبني من الثواب من العادات الطيبة عند المصريين في شهر رمضان هذه المسألة وهذه العادة الحسنة التي في أصلها عبادة أوصل النبي صلى الله عليه وسلم الناس بها فخلق الرحمة هو في الأصل وصف لربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه الرحمن من أسمائه الرحيم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالرحيم وما في أحد الله سبحانه وتعالى أعطاه إسمين من أسمائه ولا صفتين من صفاته إلا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم والله عز وجل يقول عن نفسه وإن الله بالناس لرؤوف الرحيم فنعرف من كده أن وصف الرحمة ده أنه لما أكون بترحم مع الناس بأرحم غيري بتعمل مع غيري برفق وبلين وبإحسان وبمودة وبرحمة وبعقف وتكافل ورفق ولين كل ذلك من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بل ذلك من أوصاف الله سبحانه وتعالى نعم دكتور محمود يعني في حيات الأمر إرحم ترحم ويمكن بنقول أن شهر رمضان هو شهر بيعزز أو بيشعل فينا فكرة اللي أنا بصحي حتة الرحمة اللي أنا يبقى عندي نوع من أنواع الرحمة أحيانا قد يفهم البعض أن الرحمة بتكون تجاه الآخرين فقط لكن ممكن تكون الرحمة تجاه نفسي من خلال تجنبها للمعاصي إزاي ده بيحصل؟ إزاي ده بيحصل أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل للإنسان مواسن طول السنة أنه يتقرب فيها لله سبحانه وتعالى وأنه يخلص نفسه من أي شوائب أو أي ذنوب أو أي معاصي نفسي هي أولى أن ترحم من أن أرحم غير يعني أنا رقم واحد أتعامل مع غيري برحمة لكن في نفس الوقت أنا لا بد أن أنظر إلى نفسي أنظر إلى جسدي هذا أني أرحمه أرحمه باجتناب كل شيء ربنا سبحانه وتعالى نهاني عنه أرحمه أني أعمل الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني بيها قدر المستطاع هذه رحمة للنفس النفس ترحم بتعويدها على الخير النفس ترحم بتجنيبها للمعاصي ولغضب الله سبحانه وتعالى النفس ترحم بتعويدها على فعل الطاعات النفس ترحم على قربها من الناس وقرب الإنسان من الناس هو طاعة في حد ذاته فلما الإنسان يعود نفسه على هذا الأمر ويعود نفسه على التراحم وعلى التعامل مع الناس بشكل طيب في حقيقة الأمر هذا يعني رحمة بالنفس نفسها. يعني أنا لما أرحم غيري أنا برحم نفسي في نفس التوقيت. لأن رحمة الإنسان بنفسه لا شك. إنها يعني من أهم ومن أعظم الأمور التي يعني ينجو الإنسان بها أمام الله سبحانه وتعالى. يعني كنا بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ما لا يرحم لا يرحم. يعني نعرف من كده أنه قلك الرحمة ده. لما أنا أرحم غيري. ربنا سبحانه وتعالى هيرحمني. وربنا كمان هيرحمني لما أنا أعمل الحاجة اللي أمرني بها. وابتعد عن الشيء اللي نهاني عنه. عجل أو بتلف يعني نقول كده. نعم. يعني التراحم ده زي ما قلنا يعني صفة عظيمة يعني من لا يرحم لا يرحم. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحد الناس يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. راجل اسمه الأقرع ابن حابس من الصحابة. ويدخل فيجد النبي عليه الصلاة والسلام بجواره أحفاده الحسن والحسين رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقبل أحفاده. الرجل تعجب يعني يا رسول الله أتقبلونا صبيانكم. يعني الأطفال الصغار يعني أنتم تتعامل معهم بالرفق واللين وبالرحمة دي. فالرجل يعني تعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. عند عشر أولاد ما قبلتش ولا واحد فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما لا يرحم لا يرحم. بما أنك يعني حديث ذكرت كده. خلينا نتكلم عن بعض الصفات اللي للأسف يعني بتبقى موجودة عند بعض الناس وبعض الإساءات ما ينفعش إن إحنا نخفرها. يعني إحنا بشر في الأول وفي الآخر وغصبا عننا يعني بعض الحاجات كده ما بنقدرش إن إحنا نسامح فيها. خلينا نتكلم لو إخوات ما بيكلموش بعض بسبب خلافات. خلينا نقول سواء ميراث أو أي خلافات تانية يعني شهر رمضان هو حاجة حلوة كده تخلينا إن إحنا نبتدي يبقى فينا تاني الرحمة زي ما إحنا بنتكلم النهاردة. المغفرة العفو عند المقدرة. يعني زي ما دايما بنقول. إزاي نقدر نطور في نفسنا يمكن صفة المغفرة والتسامح بالذات في الشهر الكريم. عشان نخفر للأساء في حقنا. نعم. لأن الأمر ده يعني حاجة صعبة وحاجة ثقيلة على النفس زي ما حضرتك قلت. صحيح. ربنا سبحانه وتعالى يقول. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. يعني حاجة صعبة وحاجة ثقيلة جدا على النفس إنها تقبلها أو إنها حتى تعملها. لذلك الصبر ده جزاء عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ربنا سبحانه وتعالى لما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الأجر ما لهش حدود ولا له نهاية ولا له وصف يقدر إنه هو يحيط بقدر هذا الأجر. في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيشرع لنا عبادات وطاعات فيها من الألفة والمودة بين الناس وخاصة بين الأهل وبين الأقارب. هنلاقي عبادة اسمها صلة الأرحام. صلة الأرحام دي أيا كان الأرحام دول الأقارب دول يعني أقارب أقربين أو في بعد في القرابة كل الأقارب هناك صلة بينهم وبين بعضهم البعض. ونلاقي إن كلمة صلة الأرحام كلمة الرحم هذه مشتقة من الرحمة. كأن الرحمة دي متعلقة بالتراحم بين الأهل وبين الأقارب. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن أولى الناس برحمتي وأولى الناس بحسن تعاملي هم الأهل وهم الأقارب. حتى قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فخلك الرحمة وصلة الأرحام ونزع أي شحناء أو كراهية أو خصومة بين الناس حتى لو كان من الأمور المادية يعني خلاف على ميراث فلان قال لكلمة لا تليق. قال لكلمة ما تنفعش. يعني هذا الأمر شكى أحد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني راجل يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله إن لي قرابة لي أهل. أصلهم ويقطعون ني. وأحصن إليهم ويسيئون إلي. يعني أهلي أنا بتعمل معهم قويس بيعملون يوحش. بأسأل عنهم ما في أحد بيسأل عني. فيقول صلى الله عليه وسلم لما الرجل يسأله أفأقطعهم فيقول صلى الله عليه وسلم صلهم ويقول له لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني أنا لما أجي على نفسي شوية علشان أكون يعني بار بأهلي. أكون في صلة رحم بيني وبين الأهل حتى لو يعني الأمر بينه وبينهم فيه شيء من المشاكل. شيء من الخصومة شيء من الزعل زي ما بيحصل وده طبيعي جدا. إن أنا أتقبل الأمر ده وأحاول أن أنا أصلح وأحاول أن يكون في صلة رحم مع الكل حتى من أساء إلي. يبقى أنا في الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى يكونوا معي. في التفكير اللي أنا أفكر بيه عشان أتغضع عن هذه الإساءات. يعني يعني أنا لو طول الوقت أنا اللي بسأل على حد. وأنا اللي بطمن على حد. وأنا اللي ببر حد. صعب أن أنا لو الحد ده ما بيدنيش نفس الحاجة أو حاجة بسيطة منها. صعب أن أنا أستمر صعب أن نفسي أنها تتقبل حياة زي كده أصلا. حتى لو من أول مرة بالمناسبة. يعني النفسي أنها تتقبل أن أنا أسأل عن حد. وهو ما يسألش عني أو أن أنا أعمله كويس. وهو يعمل نوحش. حياة من الكبرة أحيانا. وفيها شيء من الكبرة أو فيها شيء يعني من عزة النفس شوي. صحيح. وده أمر يعني ليس عيبا في الإنسان أنه هو يعني يفكر في الأمر بهذه الصورة. لكن احنا عايزين نقول أن أي خلافات أنا أحاول أن أنا أصلحها. يعني مش هينفع برضو أن يكون فيه صلة رحم بشكل طبيعي وبشكل سليم. وفيه خصومة أو زعلان مع صاحبي أو زعلان مع جاري أو مع حد من أهلي. مش هيتم الأمر. أنا لازم أصلح الأمر في البداية. وبعدين يكون الأمر فيه شيء من الود وشيء من الرحمة والطراحم والزيارات والسؤال عن الناس. أنا دايما أحط قدام عيني أنا بعمل ده لمين؟ أنا بصل الرحم ليه. علشان الناس تقول عني أن أنا بسأل عنهم ولا لله سبحانه وتعالى. لو لله سبحانه وتعالى فأنا لا أنتظر مدحا ولا جزاء ولا شكرا من أحد. يبقى أنا دايما أمام عيني كل طاعة وكل عبادة أنا بعملها أبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى وأمتثر في ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما أهله لهم أهل مكة أخرجوه من بلده. بلد اللي هي مكة اللي هي أحب البلاد ووطنه ويعني نشأ فيها وتربى وترعرع فيها حتى قال إنها لأحب بلاد الله إلا الله وأحب البلاد إليه. ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت أبدا. أهل مكة اللي فعلوا مع النبي صلى الله وسلم الأفاعيل لما يرجع إليه مرة ثانية ويدخل مكة وهو منتصر وهو يعني سيدها وهو يعني شريفها وهو حسيبها ونسيبها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة هو بهذه الحالة وهم يعني أضعف ما يكون. أحد الصحابة يقول اليوم يوم الملحمة يعني يوم قتال ويوم حرب فالنبي صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه وبطراحمه وعطفه وكرمه يقول بل اليوم يوم المرحمة. اليوم يوم رحمة أهل مكة دول هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إن الإنسان يعني مهما أوذي ومهما فعل به ما فعل فلن يوصل به إلى الحال التي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدائما قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما بنقول أن الخلافات بين الأهل وبين الأقارب الكاسبان فيها خسران. لا يوجد حد كاسبان فيها أبدا. بكتور أنا أريد أن أسألك دي. وتحديدا يمكن هندوس على الحتة دي شوية. نعم. لأن إحنا دائما بنشوف حالة من حالات الفرقة ما بين الأقارب وأحيانا الإخوات الأشقاء. والسبب ده ربما زي ما قلت بسنت ميراث. ربما قعدت غضب في وقت من الأوقات. إزاي أنا كشخص أقدر لنا أطبق المثل وأطبق آيات الذكر المبين. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأتغاضع عن هذه المشاكل. وحتى لو كان لابد من حل تكون ساحات النزاع هي القضاء والتقاضي. نعم. وإحنا أخوات. خلاص. القضاء هيقول كلمته وإحنا أخوات. ونبر بعض ونود بعض. إزاي نوصل لحل أنا أعتقد لو الناس كتير وصلت للمعادلة الصعبة دي. هيبقى في نوع من أنواع الرحمة كبيرة أو ما بين بعض الأخوات. يعني شهر رمضان هو أهم وأعظم فرصة أن نحن نحقق الهدف ده. الهدف من الصيام ومن أي عبادة أن يعني تؤثر في تعامل الناس وفي أخلاق الناس. لما ربنا سبحانه تعالى يقول كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم نعلكم تتكون. هي التقوى دي إنها يعني عبادة وطاعة. لا التقوى دي اسم جامعة لكل الخير. بما فيه من طاعة وما فيه من معاملة. فإن إحنا نوصل للهدف ده. ونوصل للنتيجة دي خاصة مع الأهل. اللي هم أولى الناس بالمودة وأولى الناس بالرحمة وأولى الناس بحسن المعاملة وبحسن خلق. لا شك إنه يبقى المجتمع مجتمع سليم ومجتمع سوي. دايما كل واحد خاصة في النزاعات المالية شايف نفسه هو اللي مع الحق. وشايف نفسه هو الطرف المظلوم. وبل وبيجيب لنفسه مبررات وأعذار إنه يعني يعتدي أكثر وأكثر. حتى لو هو المعتدي وهو الظالم عاوز ياخد أكثر وأكثر بمبررات وأعذار بيزيانها النفسه علشان يعني يعيش مرتاح. يعيش متطمن. يعيش يعني خالي البال ما عندهش أي هموم ولا أي مشاكل. لكن إحنا دايما بنقول في المواقف اللي زي كده خاصة في النزاعات المتعلقة بالحقوق وبالأموال والكلام ده. لو تركنا الأمر ليه من يفصل في هذه النزاعات يعني إحنا بنشوف أحيانا جلسات غرفية في مثل هذه الأمور. وأحيانا برضو بيكون فيها شيء من الجور وشيء من عدم العدل في القضاء بين الناس. وأحيانا بتكون بشكل سليم لو المحكمين يعني من ذوي الاختصاص علىها. فإحنا لو تركنا الأمر يعني زي ما حضرتك قلت القضاء هيقول كلمته في أي نزاع مالي مثلا سواء على ميراث أو غيره. وتبقى في النهاية أواصر الرحمة وتبقى في النهاية الألفة والمودة بين الناس. يعني زي ما قلنا أنا أتعامل مع الأهل على أحسن ما يكون. للأسف بنشوف ناس كتير جدا إذا خرج من البيت وإذا تعامل مع الناس. لما يتعامل مع الناس اللي برة. بحال على أحسن ما يكون. بحسن أخلاق وبأدب والابتسامة لا تفارق واجهه في العمل مع صاحبه ومع زميره. لكن لما يرجع بيته ولما يتعامل مع أهله. ما شو رحيم مع أهل بيته زي أصدقاء. ما فيش رحمة. ما فيش تعامل أصلا. صحيح. يعني داخل البيت مكشر. يتعامل مع الأهل يعني زي ما بنقول كده تقضية واجب. هي مسألة وقت بيقضيه وبعدين بيرجع مرة تانية لصحابه والناس اللي حابب يتعامل معهم. مع أن أولى الناس بذلك. أولى الناس بهذا الخلق. أولى الناس بصلة الرحم. أولى الناس بالرحمة نفسها. هم الأهل. هم الأقارب. حتى يرحمون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وعدني. لو رحمت غيري فالله عز وجل سيرحمني. ولا شك أن من الرحمة أن أتعامل مع أهلي على أحسن ما يكون. طيب ربنا سبحانه وتعالى يمكن إدانا عبادات كثيرة جدا. لنا إحنا كبني أدمين. عشان يمكن تقربنا لربنا. وعشان ناخد بيها حسنات كثيرة جدا. يرزقنا بيها الجنة إن شاء الله. العبادة الوحيدة لربنا سبحانه وتعالى ليه هو على طول هي الصيام. فإمتى النهاردة العبد يتقرب من الله. عشان صيامه يكون صحيح. البعض للأسف بنشوفهم صايمين. فبلاقي عصبية. يمكن أخلاق لا طليق بالصيام. إمتى العبد يتقرب من الله سبحانه وتعالى. ويشكر وتعبد ليه العبادة الصحيحة في شهر رمضان المبارك. حتى يعني يعمل العبادة دي على أكمل وجه. هو ده ناتج من مفهوم خاطئ. لبعض الناس شايفة إن الصيام إن أنا منع نفسي من الأكل ومن الشرب. وخلاص أنا كده صايم والأمور تمام. وبعض الأخر بيجرى على العشرة الأواخر. العتق من النار. يعني العتق من النار لله عتقاء من النار في شهر رمضان. وذلك كل ليلة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العتق من النار ده في كل ليلة من ليالي شهر رمضان. مش في العشر الأواخر فقط. وبعدين إن أنا أأخر نفسي للعشر الأواخر وفي هنا سؤالين. هو إيه اللي يخليني أضمن لنفسي إن أنا هعيش أصلا للعشر الأواخر. صحيح. السؤال الثاني هو إيه اللي يضمن لي كمان إن أنا اللي هعمله في العشر الأواخر هيكون مقبول. ففكرة إن أنا أتعامل مع الصيام بالمبدأ ده إن أنا مانع نفسي من الأكل ومن الشرب وخلاص وأنا كده صايم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إنه ليس الصيام من الطعام والشراب. وإنما الصيام من اللغو والرفث. يعني الصيام الحقيقي مش معناه إن أنا مانع نفسي من الأكل والشرب. لا ده معناه إن أنا مانع نفسي من كل شيء يؤذي الغير. من كل شيء يضر الآخرين. من كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا وبيعلمنا إن في ناس تأتي يوم القيامة ولا يجدون أثرا لعبادتهم ولا لطاعتهم. فيقول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يعني يجي من الأيام كده لا يجد شيئا من صيامه سوى إنه حرم نفسه من الطعام ومن الشرب. طيب الثواب فين؟ ما فيش ثواب. لأنه تعامل مع الناس بسوء خلو. هو الناس واخد الصيام ده حجة أو مبرر أو عذر إن أنا أتعصب. تكلم حد فقولك سبني دلوقتي علشان أنا صايم. هو أنا صايم دي معناها إن أنا هادي. أنا صايم دي معناها إن ما فيش غضب. إن أنا صايم دي معناها إن أتعامل مع الناس على أحسن ما يكون. صائم كلمة جامعة للخير. صائم الصيام يؤثر في السلوك. يؤثر في الأخلاق. يؤثر في نفسية الإنسان وكمل اتزان النفسي إن الإنسان يكون عليه. يعني نحن نتخيل إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال الصوم لي في الحديث الكدسي. يعني الصوم لي. يعني عبادة ربنا سبحانه وتعالى خص نفسه بها. ما هو الصائم ده لو خلى بنفسه سيأكل ويشرب. لكن لأنه قادر إن هو يضبط نفسه وقادر إن هو يمنع نفسه حتى من الحلال من الأكل ومن الشراب. لا شك إن الصائم بهذه الحالة وهذه الكيفية عنده من الاتزان النفسي اللي خليه يقدر يتعامل مع المواقف مع الغضب مع الإساءات. بضبط النفس على أقصى ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فإن سابه أحد أو قاتله يرد عليه. لا. فليقول إني صائم. إني صائم. يقولها مرتين. مرة الأولى للشخص اللي أساء إليه. والمرة التانية لنفسه. يفكر نفسه. أنا صائم ما ينفعش إن أنا أقول الكلام ده. أنا صائم ما ينفعش إن أنا أغلط في غيري. أنا صائم ما ينفعش إن أنا أغضب. أنا صائم ما ينفعش إن أنا أحلف بالطلاق في الفاضي وفي المليان. أنا صائم ما ينفعش إن أتعامل مع أهلي ومع جيراني ومع أصحابي. مع كل الناس بسوء خلق. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن حسن الخلق ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني حسن الخلق الإنسان به يصل إلى درجة الصائم القائم يعني اللي بيصلي لله سبحانه وتعالى ولا شك إن سوء الخلق يؤدي بالصائم إلى ضياع أثر العبادة والطاعة والصيام الذي يفعله ويحرم نفسه فيه من طعام أو من شرب صحيح طيب ليه احتلت الرحمة الصدارة في القرآن الكريم من بين كل الصفات اللي موجودة يعني اللي نزلت في القرآن واللي تحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرحمة من أكثر أو هي أكثر الأوصاف التي ذكرت في القرآن الكريم وده له ملمح في أمر دنيوي وأمر أخراوي الأمر الدنيوي إن الناس يتراحمون فيما بينهم دي رسالة إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الرحمة أكثر صفة تذكر في القرآن الكريم مع أن الكلام ده مش فراغ إن أنا يعني لازم أفهم حاجة زي كده إنها رسالة للجميع للتراحم بين الناس كل الناس صحيح والملمح التاني أمر باء أخراوي يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يكون رحمانا ويكون رحيما بالناس أعرف أن أنا مهما أصرت ومهما أغلطت ومهما فعلت باب التوبة مفتوح أمامي مهما كان ذنبي ومهما كان بعدي عن الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل سيقبلني إذا عدت إليه وإذا رجعت إليه الله سبحانه وتعالى ينادي على عباده كلهم ويقول كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فأمر الرحمة ده نعرف منه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصفا به وهذا اسم من أسماء الله عز وجل الرحمن والرحيم والغفور والغفور نعم يعني الله سبحانه وتعالى يحب كل ذلك يحب الرحماء ويحب الرفق ويحب الجود ويحب الكرم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمنا عن يمكن معنى الرحمة في الإسلام وكلمنا عن أول عشر تيام في رمضان هي زي ما بيقولوا يعني أيام الرحمة ربنا يجعلنا من الذين يرحمون ربنا يجعلنا من العتقاء من نار ويعني إن شاء الله في رمضان كده نحن نطور في نفسنا يمكن صفات تستمر معنا بعد رمضان نحن نبقى رحمين بغيرنا ونحن نصوم مش بس عن الأكل والشرب لكن كمان عن لغو الحديث عن حاجات كتير جدا جدا حتى يعني نطور كده في نفسنا كل الصفات الجميلة اللي بيدعوا ليها مش بس أكيد دين الإسلام لكن كمان ده أصلا سبب شهر رمضان إن احنا نتعلم صفات جديدة ونقف كده مع نفسنا مرة في السنة نقول لا إحنا محتاجين نغير كل الشكر لك دكتور يعني محمود السيد صابر عضو مركز أظهر للفتوى الإلكترونية يعني نشكرك على وجودك معنا كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتكم بخير شكرا جدا حضرتكم نورتنا يا دكتور كل سنة وحضرتك طيب شكرا جزيلا شكرا مشاهدينا دلوقتي نسيب حضرتكم مع فاصل سريع لكن لسه فقرتنا في صباح الخير مصر متواصلة مع حضرتكم حتى العشرة صباحا انتظرون شكرا